لكن مرة دي الاهلي بيلحق بسرعة لان انت بتعتبرش الموسم اللي فات موسم فاشل الاهلي فاشل ايه ده الاهلي واخد كل البطولات معادة سوبر الافريكي في اول موسم برضه قدام ايه اتحاد العاصمة فالدنيا مشت فانت بتديد تحس ان لأ الدنيا فكة فبتعدل مواقفك بشكل صائب جدا ازاي هشرح لك رقم واحد مستمرس الكولر مش عايز مدير كور يا جماعة هو مش عايز مدير كور فلما تعرض فكرة كابتن سامي قمصان تعرضت الفكرة فكولر قال لك ازاي في فل وكي كي موجود معي في الجهاز هو تابعه مش عايز حد يقعد جنبه كمدير كور طيب انا مش عايز مش عايز يدخل في في صدام مثلا بخلاف حتة بقى لان نخلي بقى لك لسه حتة كابتن محمد روضاني وضع الدكة او لا احكلمك عليها الوقت هشرح لك تفاصيلها لكن انا بتكلم بالتحديد في ايه في الكونست عند كولر نفسه او كولر نفسه عايز ايه يقول لك انا مش عايز مدير كور فالنادي الاهلي عمل ايه قال لك لا انا مش عايز يدخل في صدام مع كولر مش عايز يدخل في صدام مع كولر لان انا رؤيتي كأدارة من انا شفته واللي كان محيط بالمباراة بتاعة الزمالك وكل التفاصيل اللي حصلت من اللعيبة وكلام من ده لا لا لازم واقفة لازم حد كده ما بيهذرش فجدت الكابتن محمد رمضان مدير رياضي المدير الرياضي بقى يا جماعة اللي هو ايه مدير الرياضي يعني يعتبر زي المشر في العام على الكورة حبصات هالك انت عندك الكابتن المحمود الخطيب هو المشر في العام على الكورة بايه بتفويد من مجلس ادارة النادي الاهلي صح صح فالمشر في العام على الكورة بيبقى ليه صلاحيات في كل شيء جزء من هذه الصلاحيات هتروح ל�لكابتن محمد رمضان اللي هيشيل جزء من الاعباء الكبيرة اوي 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 على الكابتن محمود الخطيب لان يقولوا حراركم من الكابتن محمود الخطيب المرحلة اللي فاتت يعني الدغوط كانت كبيرة والاعباء كبيرة جدا عليه فجزء من اقتصاصات الكابتن محمود الخطيب هيروح للكابتن محمود رمضان طبعا كل حاجة هتكون بالتنصيق مع المشرف العام على الكرة بتفويد من مجلس الإدارة اللي هو كابتل محمد الخطيب أعتقد كده وصلت؟ كده وصلت طيب إيه هي مهام المدير الرياضي؟ رقم واحد هو بيشرف على تعقودات وانتقالات اللاعبين رقم اتنين مسؤول على سياغة العقود وستراتيجية العمل مع المدرب والتفاوض على العقود بالتنصيق مع إدارة التعقودات في النادي الأهلي اللي هو أمير توفيق خلاص؟ رقم ثلاثة هو حلقة الوصف ما بين إدارة النادي والجهاز الفني خلاص؟ رقم اربعة يحق لي التدخل في كل صغيرة وكبيرة تخص فريق الكرة بجميع الاختصاصات طبعاً بتكلم على الجانب الإداري فنياً دي بتاعت كولش بتكلم على الجانب الفني خلاص؟ جميع الاختصاصات هو متدخل فيه يعني هو أيضاً يعتبر مدير كورة هو المشرف العام على الكورة بخلاف إن زي ما شرحت لك كده الكابتن محمود الخطيب أقول لها حيفضل المشرف العام على الكورة بس في صلاحات كتيرة جداً هتروح للكابتن محمد رمضان يعني كتير محمد رمضان بقى مسؤول بشكل كبير جداً عاملا في كورة القدم في النادي اللي هي الأهل يحق لي ركز في النقطة دي يحق لي إصدار عقوبات مالية وإدارية ويحق لي حضور المحاضرات الخاصة بالمدير الفني يحق لي الجلوس على دكة البودلاء أو حتى لو هو مش عايز يقعد على دكة البودلاء مفيش مشكلة لأنه حيبقى عنده مكتبه أكيد بيدير من خلاله واخب بالك هنا بقى لازم نقف لا التفصيلة دي مهمة حتة مواهن التساؤل عند الجمهور يقول لك إيه كازي محمد رمضاني حيقعد يعني نشوفه على الدكة ولا مش هتشوفه على الدكة أنا أتوقع أنه ممكن تليقى على الدكة ما عنديش معلومة أكيد حتى الآن بخصوص الموقف من الجانب ده يعني يكون موجود على الدكة ولا لا هو مدير رياضي بس المعلومة اللي عندنا النهاردة أنه فيه اتجاه فيه اتجاه أنه يكون متواجد على الدكة خلاص هو كده كده هيحضر تدريبات موجود في التدريبات هو كده كده من نسبة طبعا الخبر نزول نادي الأهلي كان من نادي الأهلي موضح فيه كل حاجة الأمانة وهو أنه حصل جلسة ما بين الكابتن محمد رمضان والكابتن سامي أم صانع عشان يطلع على كل التفاصيل وكل الأمور ولايحة الفريق وكل حاجة عشان يبقى ملم بكل حاجة قبل ما يتولى المنظم أتوقع بل متأكد جدا أن الكابتن محمد رمضان بنفسه حيحط بعض التعديلات على اللايحة بتاعتفاري الأول لكرة القدم في النادي الأهلي طيب فدي اختصاصات المدير الرياضي القرار ده بقى رائع لي يا جماعة أنت دلوقتي بتحط كل حاجة جنب المدير الفني يعني إيه بقى؟ يعني مدير الرياضي ده هيبقى معالي سكاوتينج والتعاقدات ومدير الكورة ومدابعة كل كبيرة وصغيرة بتتعلق بالفريق كل ده جنب المدير الفني يعني أقصد في نفس المكان الموجود في المدير الفني الأوضى اللي جنبه ده قرار مميز نتخلي بقى الجهاز الفني يركز في الأمور الفنية وكل واحد في اختصاصاته لأن للأمانة يا جماعة برضو الأهلي من خلال بعض القرارات سواء الفنية أو الإدارية لعب في سيستم النجاح اللي حققوا الفريق على مدار السنوات الماضية بداية من رحيل الكابتن سيد عبدالحفيز فأنت لعبت في أحد أسباب النجاح حتى لو نجحت السنة اللي بعدها بس كان فيه مشاكل وأي حد قريب من نادي الأهلي كان عارفني فيه مشاكل في الفرقة بس التوفيق كان حليفك مشيت بعض الأسماء المهمة جدا اللي كانت مقوية الدكة بتاعتك فأنت برضو بتلعب في أساسيات النجاح لازم تلحق تعديل بسرعة خصوصا أنت مقبل على تحديات أخسرت تحدي قدام فريق كبير جدا زي نادي الزمالك ووارد أنك تخسر قدام نادي الزمالك ده نادي الزمالك لكن عندك سوبر وعندك انتر كونتين انتر مباراة العين يوم 29 وعندك لسه كما بطولات على مدار الموسم بخلاف كأس العالم انتقضنا بعض الأمور داخل نادي الأهلي على مدار اليومين اللي فاتوا لكن النهاردة بصراحة قرار رائع وتاني عيدها أنا أحب قوي اللي ما يكبرش أنا أحب قوي كده مش لا خدت قرار هو لا هو أنا نشدعه أنا نشف دماغي فيه لكن الأهم بالنسبة لي ان انت جدت الشخصية اللي متوقع جدا بنسبة بنسبة تصل أو تتخطى 90% أنه ينجح ليه؟ لأن الكابتن محمد رمضان كان عنده تجربة سابقة في النادي الأهلي في نفس المنصب تقريبا خليه أقولك بس المنصب بالزبط لأن قبل أقولك كمان المناصب الكابتن محمد رمضان هو في الأساس اختيار الكابتن صالح سليم وكان بيحظى بسكة كبيرة جدا عند الكابتن صالح سليم بعد ما اعتزل في 94 وكان الكابتن طريق سليم كمان بيصق فيه جدا من وقت ما كان بيلعب كان تباين في شخصيته شخصية قيادية فبالتالي اعتزل 94 تولى منصب مساعدة المدير الفني للشؤون الإدارية يعني صلاحيات مدير الكور كان ساعتها المنصب المسمى بتاعه كده كان لسه معتزل فبالتالي إما كانت شينفعي جي مدير الكور ساعتها قالك لا يعني مش مدير الكور بشكل مباشر فقالك هو مساعدة المدير الفني للشؤون الإدارية وقبل ما شرح لك مشوار الكابتن محمد رمضان هو ليه الكابتن صالح سليم والكابتن طريق سليم كانوا معجبين بالشخصية دي لأنه طول الوقت خلي بالك دي رسالة بقى إيه للقابة الأهل اللي أنا جالهم في الرسالة المهمة قوي 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 دلوقتي الراجل طول الوقت كان راجل قوي ملتزم صارم ما بيهزرش مخلص مخلص جدا جدا وما بيقبلش بأنصف الحلول ودي أهم نقطة ويحبش الحل الماير فلاحست لاحست أن الناس كتير جدا بعد إعلان القرار فيه ارتياح عند عدد كبير من جمهور الأهل خصوصا من الآجال الأديمة شوية اللي عصرة المرحلة اللي كان موجود فيها الكابتن محمد رمضان وداخل النادي النهاردة خلينا أقول لك بعض الكواليس كان فيه ارتياح كبير جدا جدا بعد هذا القرار وفيه إشادة بقرار الكابتن محمد الخطيب لأن القرار كان لابد منه كان لابد منه لأن بصراحة يا جماعة كان فيه دلعة في الفرقة كان فيه تهريك في الفرقة حاصل كان فيه تسيب آه فعلا تمام؟ كان اللعيبة مركزة مع السوشي ميديا أو بنسبة مية في المية مية في المية الفرقة كانتفكة أو الفرقة كانتفكة قبل ما أعرض لك مشواره قبل ما أعرض لك مشوار الكابتن محمد رمضان حابين نتعرض للمشوار الأول؟ طيب تعالوا نعرض لأول مشوار الكابتن محمد رمضان وبعاكها نروح لبعض الرسالة المهمة للاعب النادي الأهلي للي حابب أن يكمل جوا النادي الأهلي حننديك نصايح بالتحديد بخصوص شخصية الكابتن محمد رمضان فخلانا نشوف مسيرة الكابتن محمد رمضان الأول هو موليد 11 سبتمبر 63 بدأ كلعب كرة قدم في نادي الترسنة انتقل للنادي الأهلي سيف 1990 حصل مع النادي الأهلي على خمس ألقاب فاس ببطولة إفريقيا عطال الكؤوس وثلاث ألقاب لكاس مصر هنا لقب هدف الدوري تولى منصب مدير الكرة موسم 1994 عقب اعتزاله مباشرة تولى عام 96 منصب مدير قطاع الناشئين شغل منصب مدير أكاديمية النادي الأهلي 2007 شغل منصب مدير الكرة في المنقاولون العرب عام 2010 شغل منصب مدير الكرة بنادي المصري شغل عضوية لجنة التخطيط بالأهلي في أغسطس الماضي ده السيفي بتاع الكابتن محمد رمضان